ومن عدن يلتحق بنا المحلل السياسي ورئيس مركز مسارات الدراسات الاستراتيجية والإعلام باسم الشعب أهلا بك سيد باسم يعني هذه مبادرة سلمية بعد الاجتماع في جدة تقضي بسحب الحوثيين من سلحتهم أنت كيف تصف هذه المبادرة السلمية حتى الآن؟ في الحقيقة يعني هي مبادرة مكررة ليس هناك أي جديد هو كلام قاله وزير الخارقية الامريكي كيري بأنه سوف يسحب سلاح الحوثيين وسوف يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية لا أعتقد أنه تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تسحب السلاح وينسحب الحوثيين هو خطأ كبير جدا يفترض أولا أن يسحب السلاح وينسحب الحوثيين من العصمة صنعاء ومن المدن التي يحتلونها ثم يتيم تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقة الموقف التركي الامريكي ما زال موقف عايم ليس واضح إلى الآن فيما يتعلق بالتوقف تجاه جماعة الحوثي والرئيس المخلوع على عبدالله صالح أو من الأزمة اليمنية بشكل عام أنا لست متفائل فيما طرح بالأمس أنا في الحقيقة من دعاة الحسم العسكري وأتمنى أن يتم الحسم العسكري بشكل جدي لأنه الآن القوات العسكرية أصبحت على مشارف العصمة اليمنية صنعاء وما يعني تبعد عن العصمة اليمنية صنعاء بحوالي 18 إلى 20 كيلو متر وأعتقد أن الحسم العسكري هو الحل الأخير من وجهة نظري نعم سيد باسم يعني بعد 70 يوما من المفاوضات مع الوفد الإنقلابي كانت في الكويت ووصفها الكثير من المراقبين والمحلل السياسي اليمنين بالفشل هل ما زالت الأمال معلقة حتى الآن لبادة مشاورات جديدة؟ لا في الحقيقة الأمال هي معلقة لدى السياسيين فقط الذين يعملون لطالة أمد الحرب ولتحقيق كما يبدو مكاسب من هذه الحرب التي يذهب ضحيتها للمواطن اليمني في كل مناطق التي تدور فيها عمليات قتال أو حتى في المناطق المحررة الحرب تلقي بظلالها على 27 مليون يمني يتمددون على الخارطة اليمنية بشكل عام أما الشعب اليمني فهو مع الحسم للمعركة وإنهاء هذه الحرب وإحلال السلام في البلد وعودة الأمن والاستقرار لربوع اليمن ومن ثم الانطلاق صوب الإعمار والتشييد وبناء الدولة اليمنية نحن في الحقيقة وكل المراقبون والمقاومون على الأرض لا يراهنون على المفاوضات السياسية كثيراً هم يراهنون على ما تنتقه وتفرز العملية العسكرية من الانتصارات يومية على الإنقلابيين في جبهات القتال وبالتالي هذا هو المعطى الحقيقي والوحيد الذي يمكن أن يغير في المعادلة السياسية والعسكرية بشكل جديد نعم سيد باسم أيضاً ميدانياً طالما تحدث عن المعارك على الأرض هناك تقدم كبير وواضح للجيش اليمني والمقاومة الشعبية وخسائر كبيرة في الصفوف الإنقلابيين أتاك كيف تعلق على أحداث الجارية؟ نعم هناك تقدم كبير للمقاومة الشعبية والجيش الوطني في منطقة نهم أصبحت القوات الشرعية على بعد حوالي كيلو مترين أو أقل من ذلك من نقيل بن غيلان هو النقيل الذي يربط مدرية أرحب وبين حارث ونهم وبالتالي يطل على الطريقة الرابطة بين مارب وصنعاء وفي حالة السيطرة على هذا النقيل الاستراتيجي سوف تكون مدافع الجيش الوطني مصوبة صوب مطار صنعاء الدولي ومناطق مختلفة في العاصمة اليمنية صنعاء وبالتالي سوف تصبح جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح تحت رحمة مدافع الجيش الوطني ومن هنا يمكن أن نتحدث عن تغير كبير جدا في المعادلة السياسية وأيضا في المعادلة العسكرية على الأرض العملية تتسارع بشكل كبير جدا والتقدم ممتاز للقوات العسكرية في نهم وأيضا في محافظة تعز هناك تقدم كبير جدا وانتصارات يومية تتحقق في مداخل مدينة تعز وفي المناطق الأرياف في الصلو وفي حيفان وفي غيرهم من المناطق في محافظة تعز هناك انتصارات كبيرة جدا هناك أيضا انتصارات كبيرة تتحقق في باب المندب والصبيحة وكثير من المناطق على جماعة الحوثي جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح باتت مرهقة بشكل كبير جدا وأعتقد أنه حان الأوان الآن للحسم العسكري شكرا لك باسم الشعبي المحلل السياسي ورئيس مركز مسارات الدراسات الاستراتيجية والإعلام ترجمة نانسي قنقر